السلام عليكم شركة فيفو أعلنت عن موبايل جديد مصفاته كويسة جدا قصد سعره وفعلا سعره جاي منافس جدا والموبايل دوت هو موبايل فيفو بايو 12 اس بس قبل أن نبدأ بتفاصيل الموبايل لو عادي نسى تتشارك في القناة واتفعل زر الجرس ولو عندك أي سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليك ومستنى كمان يشوف رأيك في التعليقات عن الموبايل ومغير ما طول عليكم تعالوا ندفع ندفع الحلقة أول حاجة هنبدأ بيها كالعادة يهاكل وخمات تصنع الموبايل الموبايل هيجي بطول 164 ملي متر وعرض 76 ملي متر وصمك 8.5 ملي متر وببزنة في حدود 191 جرام وأكيد طبعا ظهر الموبايل هيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وبيدعم تركيب شرح تنوط تصل من نوع النينو مع دعم شبكات الجديد الثاني والثالث والربع وبيدعم كمان مدخل السماعات التقريدي 3.5 وبنسبة لصوات الموبايل هنا فالموبايل هنا هيجي بصوات عادي أحاية دي مش استيريو والبصمة كامل هنا بتيجي في زر الطاقة وبنسبة اللي يعني هيكل خامات التصنيع ديت فهي تقليدية جدا وتعتبر شيء مقبول لما تعرف السعر في الناعية وبنسبة للشاشة فالشاشة تيجي من نوع بمساحة 6.5 بوصة بدقة 720 في 1600 بيكسل بأبعاد 20 إلى 9 بكسافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة ودي كل حاجة عن الشاشة ما فياش أي مماليزات تانية والعب الوحيد اللي أنا شايفه في الشاشة دلوقتي ان شاشة ديت دقتها قليلة شوية يعني بقى المصفات مقبولة قصاد السعر بس دقة الشاشة قليلة أما بقى منسبة للرام والزكرة فالموبايل هيجي بنسكتين النسخة الأولى 32 جيجا مع 3 جيجا رام والنسخة التانية 32 جيجا مع 4 جيجا رام وبتدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية تصد 2256 جيجا وحكاية ان حاكم الزكرة 32 جيجا ديت وليلة جدا أما بقى منسبة لنظام التشغيل والأداء فالموبايل هيجي بنظام تشغيل أندرويد 10 مع معالج ميديا تيك هليو بي 35 بدقة تصنيع 12 نانوميتر مع 8 أنوية بتردد يصل لـ 2.3 جيجا هيرتز مع معالج رسومي باور VRGE 8320 ومنسبة يعني أداء المعالج دوت هو مش بطال يعني شغل لك حاجات كتيرة ممكن تحتاجها ومنسبة للكاميرات الموبايل فالموبايل هنا هيجي بـ 2 كاميرا خلفية الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل فاتحة عدد 6.2 والكاميرا التانية بدقة 2 ميجا بيكسل فاتحة عدد 6.4 وهي كاميرا سنسور وبيجي معهم فلاش الـ ED وبتدعم تقنية البنوراما وتقدر تصور فيديو بدقة فوليو تشي دي بسرعية 30 طرف السنية أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فالموبايل هنا هيجي بكاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل فاتحة عدد 6.8 وتقدر تصور فيديو بدقة فوليو تشي دي بسرعية 30 طرف السنية وبالنسبة يعني أداء جوتة الكاميرات ديت فمتوقع يعني أن تديك أداء مقبوط شوية وسط سعر الموبايل ولسه ما تجربش يعني بس هو ده المتوقع من أرقام الكاميرات وبالنسبة لتقنيات التانية فالموبايل هنا هيدعم تقنية الوفاية ديريكت وبيبطوص مزار الخامس زائد أنه بيدعم الجي بي اس وكمان بيدعم الراديو بس للأسف مش بيدعم تقنية الان افسي وأخيرا البطارية البطارية هنا تعتبر أكتر شيء مميز في الموبايل عشان البطارية هنا بتيجي بساعة 5000 ميلي أمبير من نوع لسه غير قبلة للإزالة وبتدعم الشحن السريع بكوة 10 وات وده معتبرش شحن سريع إطلاقا 10 وات بطيقة جدا وصات 5000 ميلي أمبير فبطيقة وبتدعم الشحن العكس برضو بقوة 5 وات وبالنسبة لألوان الموبايل فالموبايل هيجيب لونين اللون الأسود ولون الأزرق وأخيرا تسعر الموبايل الموبايل نزل بسعر 130 دولار يعني حوالي 2000 جنيه مصري و485 ريال سعودي و1180 درهم مغربي و355 دينار تنوسين و16000 دينار جزائري و155000 دينار عراقي كده أنا خلصت كل حاجة عن الموبايل وأنا شايف أنه موبايل تقليدي جدا ومفوز شعر مميزات كتير المعالج حلو فعلا قصد سعره وحجم البطارية ممتاز جدا بس روحة الشحنة بطيقة ودكة شاشة قليلة وعايز كمان نشوف رأيك في التعليقات بس قواعد نسى تشترك في القناة واتفعل زر الجرس ولو عندك أي سؤال اكتبه في التعليقات أنا هرد عليك والسلام عليكم